أرجع إلى الموضوع حتى لا أستطرد في هذه المقدمة فأقول بأن من هذه المذاهب الإسلامية التي نتعرف عليها ونعرف بها مذهب يوجد في عمان أغلب أهل عمان أقول أغلب أهل عمان يتبعون مذهباً يسمى المذهب الإباري نسبة إلى رجل اسمه عبد الله بن إبار وهو من التابعين وبعض المحدثين يقول بأنهم من التابعين التابعين عبد الله بن إبار الذي نسب إليه أتباع هذا المذهب هو لم يكن يعني عالماً إماماً علمياً تنسب إليه أقوال وآراء واجتهادات فقهية كان متحدثاً سياسياً يعبر عن آراء طائفة من المؤمنين ما رضوا بأن تكون الخلافة ملكاً عبوضاً ينتقل بالتوريث وإنما عبروا عن رأيهم بأن الإمامة إمامة المسلمين وتولي الحكمة لا بد أن يكون باختيار من المسلمين لا بتوريث من حاكم لولده جلب لهم التعبير عن هذا الرأي الكثير من المشكلات ولمزوا بكثير من الألقاء لأنهم عبروا صراحة عن هذا الرأي الذي أثبتت الأيام صحته وجدواه أيضاً اجتهادات أكدها علماء ومفكرون من مختلف المذاهب الإسلامية لا سيما في وقتنا المعاصر حينما يتحدثون على أن الحاكمة يجب أن يكون مختاراً من قبل المؤمنين وأن لجماهير المسلمين ولاية الرقابة على أدائه وأن من واجباته أن يبسط فيهم العدل وأن يقيم حكمه على أسس من العدالة والشورى هذه الآراء عبر عنها سلف الإباضية منذ تكون مذهبهم وكان ذلك في بدايات الفتنة الكبرى التي وقعت بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهم جميعاً فسلك وكما تعرفون كان للسياسة دور كبير في إحداث الخلاف بين المسلمين في ذلك الوقت ولو أن المسلمين أخذوا بوصية عمر بن عبد العزيز رضوان الله تعالى عنه حينما سئل عن الحروب التي كانت بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا فليتنا نحن نعي هذه الحكمة هذا الأثر البالغ في دلالته ومعناه فنلتزم بذلك اليوم لكن نقول من باب التعريف هكذا كان فضلاً عن أيضاً يعني من الآراء السياسية التي عبروا عنها عدم اشتراط القراشية في من يتولى أمر المسلمين وقالوا اسمعوا وأطيعوا أخذباً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة يعني أسقطوا شرط القراشية وهذا كان يعني سبباً يزلزل أركان الحكام في ذلك الوقت الذين يعني جعلوا من الحكم من السلطة دولة بينهم وبين دراريهم وأولادهم سواء كانوا مؤهلين يصلحون ملتزمين أو غير ذلك هذه قضية أخرى لكن المبدأ نفسه هو مما عارر فيه سلف هذا المذهب طبعاً لا شك وافقهم كثيراً من يعني كبار التابعين لكن الذي عبر عن هذه الأراء كان هو هذا الرجل عبد الله بن إيباه والسؤال بناء على ذلك إلى من تنسب الأراء الفقهية والإجتهادات الفكرية لهذا المذهب تنسب إلى تابعي شديد كبير مشهود له بالثقة والمنزلة الرقيعة في العلم والتقى وهو الإمام جابر إب الزيد الأزدي وهو عماني سكن في البصرة والروايات حول تاريخ ولادته مختلف فيها أكثر المحدثين يقولون بأنه ولد في السنة الثامنة عشر للهيرة وتوفي على الراجح أيضاً في سنة ثلاثة وتسعين هجرين مما يعني أنه من طبقة كبار التابعين التقى بكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوائل تأنه قال عن نفسي التقيت سبعين بدرياً فحويت ما عندهم ليس البحر وفي رواية إلا البحر يقصد ابن عباس أي لم أحوي ما عنده وإلا فابن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ما ليس من أهل بدر لأنه كان صغيراً كما تعرفون ويقصد فحويت ما عندهم إلا البحر أي التقيت به لكنه لسعة عمي فهو البحر كما تعرفون لم يحوي ما عنده وأخذ عن السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها وعن أنس ابن مالك وعن كبار وابن مسعود وغيرهم من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإمامة العلمية حقيقة تنسب في المذهب الاباضي هي إلى الإمام جاذر ابن زين لعل مما يميز للتعريف بهذا المذهب مما يميز هذا المذهب أنه جمع بين طريقتين المحدثين والفقهاء والسبب في ذلك أن جابر ابن زين التقى بكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا موجودين في الحجاز في مكة والمدينة والذين كانوا موجودين في العراق خاصة في البصرة في ذلك الوقت لكونها كانت حاضرة لحاضرة العالم الإسلامي وبالتالي أخذ بطريقة أهل الرأي وأهل الحديث وما كان يعرف قبل هذه التسمية بطريقة أهل الحجاز وطريقة أهل العراق فقد كان يذهب إلى الحج سنويا حتى حبسه الحجاج سنة من السنوات ثم أطلق سراحه حبسه في العراق ثم أطلق سراحه بعد أن هل هلال ذا الحجة فحرك راحلته ووصل والناس في عرفة يعني من شدة تمسكه كان يلتقي وحتى أن ابن عباس شهد له بالعلم في مرة من المرات دخل الكعبة المشرفة وابن عباس كان قد تقل يعني ضعف بصره فسمع صوت أحد يقول أيها المصلي فوق الكعبة لا قبلة لك فقال إن كان جابر بن زيد في شيء من هذه الأمصار فهذا هو فتبين أن الذي أفتى بهذه الفتوى هو جابر بن زيد رضوان الله تعالى عليه جابر بن زيد كان له التلاميذ كما هو الشان في سائل المذاهب الإسلامية العصيلة التلاميذ يأخذون عن إمامهم وعن شيخهم لكن مما يميز المذاب الإضاضي أن الاجتهاد فيه مفتوح وظل مفتوحا فالإمامة لا تعني تعني الاحترام والتقدير لكن لا تعني الإمامة المطلقة التي تلزم التلاميذ والأجباح بالتقليد بتقليد الإمام أو بالاجتهاد في أصول الإمام لا ولذلك كانت له آراء شادة عدها جمهور علماء الإباضية من الآراء الشادة التي لم يوافقوه عليها وتلاميذه كذلك من كبار تلامذته أيضا أبو عبيدة أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمة التميمي وأمام بن السائد وأبو موح صالح الدهان وغيرهم من كبار أيضا التابعين ثم وهؤلاء نقلوا إلى غيرهم وكانت لهم آراء تختلف عن آراء شيوخهم وكلها تمثل تراثا يعني فقهيا غنيا يرجع إليه ويستفاد منه لكن لن تجدوا أن هناك كما قلت إلزاما إما بتقليد الإمام أو بالدرجة الأعلى منها أن تكون الاجتهاد في أصول الإمام هذا لم يوجد في المدى الإباضي ولذلك المناطق التي وجد فيها أتباع المدى الإباضي تنوعا بين عمان واليمن بين بلاد فارس في خراسان وما وراءها في العراق في الحجاز في شمال إفريقيا بل حتى في شرق ووسط وغرب إفريقيا سواء كانوا بكثرة أو كانوا بقلة يعيشون وسط إخوانهم من أتباع المدى الإسلامية الأخرى وما كانوا في يوم من الأيام سببا لإحداث فتن أو نزاعات أو خصومات لأن المقدمة التي قلتها لكم أنا لم أبتدعها من عندي فيما يتصل بالعلاقة بين المسلم وأخيه وأسس التعامل بين المسلمين وإنما هي مما أقره المذهب الإباضي منذ نشاتيين ولذلك عاشوا بين إخوانهم من مختلف المذاهب الإسلامية لا سيما خاصة في شمال إفريقيا وفي وسط إفريقيا من إخوانهم أتباع المذهب المالكي بتسامح والتعايش والتعارف بين الطرفين يشهد له وكذا الحال بالنسبة للمناطق الأخرى التي وجدوا فيها